حقيقة قبل قليل بحضور السيد رئيس الركان الجيش الأخ معاون العمليات قاد البرية مدراء الصنوف وهيئات الركن أن هنا اجتماع تداولي يتعلق بالاستعدادات وعادة الانفتاح وبعض المناورة بالقطعات قطعاتنا البطلة في مختلف تسمياتها وتشكيلاتها وصنوفها حقيقة تعمل من فترة طويلة وفق خطة ورؤية استراتيجية وعمل ممنهج وفق استنتاجات منطقية لحماية العراق الحدود العراقية السورية وحقيقة انفتاح القطعات والمناورة بها وتواجدها وعمل حقيقة علمي عملي مسبق وليس للدفعال يهمنا حقيقة جدا أن تكون سوريا الشقيقة بسلام وأمان يهمنا جدا حماية الشعب السوري والبنى التحتية وكل ما يتعلق بسوريا الشقيقة لكن من باب احترازي قطعاتنا البطلة وبكل صنوفها وفق توجهات مستمرة ومتابعة حثيثة من سيد القائد العام للقوات المسلحة حقيقة ماسك للحجود بشكل ممتاز وأجزم بعبر قناتكم أن الحجود العراقية السورية هي الآن الأوضل على مدى التاريخ من حيث الكتل والتحصينات والجوانب الفنية المتعلقة بالكاميرات والطائرات المسيرة التعجزات البشرية الجانب الفني بالإضافة إلى عمق ممتاز لهذه الحجود من كل أبطالنا سواء من الجيش أو أبطال الحشد أو القطاعات الداخلية نطمن كل شعبنا وكل المعنين بالشأن ما نحتاج أي قطاعات في مختلف الاختصاصات أبطالنا من كل الصنوف أبطالنا من كل العناوين جاهزين لدينا من الأعداد الكبيرة الكافية لدينا من العدد من الخطط من الرجال حقيقة أبداً ما تقارن مع تجربة 2014 المريرة الآن الوضع وفق تخطيط مسبق صحيح وفق رؤية عمل فريق واحد توجهات مستمرة من القائد العام للقوات المسلحة واستعدادنا عالي جداً ما يهمنا أنه شعبنا يكون مطمئن ما ننطل قيمة لما يستحقها داعش والجماعات المسلحة وعلينا أن نكون بثقة تامة بكل قطاعاتنا البطلة وأن يستمر شعبنا وناسنا بحياتهم اليومية نعم يهمنا أكرر ويؤلمنا أن سوريا الشقيقة تمر بهذه الظروف إن شاء الله بشكل سريع تتعافى لكن كإجراءات واستعداد وتواجد وبناء قدرات الوضع اختلف تماماً وقطاعاتنا البطلة وعمقها العظيم الشعب قادرة على حماية العراق من الحدود وما راح يسلل أي شخص وغير مسموح نهائياً وقطاعاتنا جاهزة لأي تحدي أكرر حقيقة عملنا الآن هو ليس ردود أفعال هذا العمل والمناورة بالقطاعات وزيارات القادة زيارات السيد المعالي رئيس اركان زيارات المشتركة قادة البرية المعاونين هي مستمرة من أكثر من سنة ونص عمل كبير على الحدود وزارة الداخلية وقطاعات الحدود البطلة العمق في الصهراء عدنا أكثر من أربح خمس خطوط عمل كبير من سنتي أن أنجزت لحد الآن ثلاث خطوط بهذه الأماكن الصحراوية الزيارات مستمرة مهمة جداً أنه قادتنا سادة الوزراء يزوروا أبطالنا المنتسبين في هذه المناطق المترامية البعيدة لكن العمل مستمر واستعداداتنا أصلاً بها سبق نظر عالي وتوقع لما حدث أو يحدث مستقبلاً والزيارات ستستمر الغرض منها وتفقد القطاعات والاطمينان عليها ومتابعة نسب الإنجاز الكبيرة والمتقدمة وأكرر الحدود العراقية السورية بها عمل ممتاز من أكثر من سنتين وتماماً بها قطاعات كاملة على طول الحدود بها تحصينات جوانب فنية ولديها عمق كبير من كل أبطالنا تقريباً من خمسة أشهر عمليات نوعية نعم قيادة عمليات المشترك وقلية الاستهداف بالاستناد إلى معلومات دقيقة وعمل استخباري رائع ونضج استخباري سواء مدرية الاستخبارات العسكرية وفرسانها الأبطال أو من الوكالات والأمنية والاستخبارات الأخرى تمكننا من تقريباً تنفيذ أكثر خلال هذه الأربعة التشهر خمسة أكثر من ثمانين ضربة جوية ناجحة تم قتل قيادات مهمة من داعش من صف الأول وعشرات المقاتلين وفي مناطق بعيدة جداً سواء في مناطق صحراء الأنبار والجزيرة أو في وادي الشاي أو في مناطق العيد في صلاح الدين أو في جبال الحمرين يوم أمس تم قتل خمسة لذلك هذه العمليات أكرر هي عمل استخباري دقيق ونضج عملياتي ومتابعة وأشراف من العمليات المشتركة من الأخرى سركان الجيش من كل القادة والنتائج عظيمة جداً حقيقة نتائج بقتل قيادات داعش وعناصر مستمرة منذ سنتين لكن العمليات الأورس خلال الخمسة شهر الأخيرة والآن التنظيم حقيقة فقد القدرة تماماً على التخطيط على مهاجمة قطعاتنا أو التواجد وهناك تعاون كبير من المناطق المحررة ومن شعبنا الأبي ما ينطمأه ما يكون مساعدة والعمل كبير كخلية واحدة قطعاتنا الأمنية مع شعبنا والتنظيم غير قادر تماماً على التخطيط أو التواجد والآن حقيقة هو هارب في مناطق بعيدة ومع هذا قطعاتنا تلاحقة الإجراءات مستمرة ملاحقة التنظيم مستمرة ولدينا تجربة كبيرة وعظيمة بمعارك العز والفخر 2014 ضد داعش لدينا توجيهات مستمرة من القائد العام للقوات المسلحة وأمانة كبيرة بأعناقنا هي دم الشهداء وعوائل الشهداء لذلك نطمن شعبنا أنه القادم أفضل وقطعاتنا البطلة جاهزة لأيتحدي المؤسسات الحية الشعوب الحية من ضمنها مؤسسات الأمنية هي التي تستفاد من تجاربها وحقيقة تستخلص العبر وتتجاوز السلبيات وتعزز الإيجابيات الوضع تماماً اختلف أولاً الحدود كانت مفتوحة بشكل كامل الآن مغلقة بشكل كامل لدينا عمل كبير وعمق كبير بعد الفتوى العظيمة المرجعية بقطعات الحشد وهذا العمق الكبير والإسناد الكبير من قطعاتهم للجيش عدنا عملية بناء كبيرة لصنوفنا وقواتنا الأمنية من الجيش والتواجد قوة جوية وطيران الجيش والاستعداد الكبير والخبرة بالإضافة إلى العمليات الكبيرة التي تنفذها قطعاتنا بقتل كل عناصر داعش العمق شعبنا الأبي وإسناده لقواتنا الأمنية اختلاف كبير بالعدد وكرر نعمل وفق رؤية واستنتاج منطقي وتوقعات مستقبلية وعمل مدروس ستراتيجي لمجابهة التحديات وليس ردود أفعال لذلك اسمح لي أقول عبر قناتكم الكريمة ولكل شعبنا ماكو مجال للمقارنة أبدا العراق على المستوى الأمني قطع شوط كبير لدينا تجهيزات جديدة حقيقة انفتاح مع دول كبيرة ومختلفة بجلب وشراء معدات سيد رئيس الوزراء القاعد العام القاعد مسلحة شخصيا يرأس هيئته والتسليح وملف التسليح لذلك المقارنة تقريبا لا وجود لها وقطعاتنا البطلة الآن بأعداد كبيرة جدا بمعدات مختلفة وعمل استخبار كبير وكرر عمقنا العظيم شعبنا العظيم والأمانة الكبرى هي دماء الشهداء وتجربتنا عام 2014 موضوع مهم حقيقة مسرح العمليات السوري الشقيقة السورية هو مسرح مهم جدا وذات تأثير كبير على العراق سواء على المستوى الأمني على المستوى الاقتصادي على المستوى حقيقة العلاقات الجذرية وما يهم نتجاه شعبنا في سوريا لذلك حتما هناك بعض القنوات والعلاقات لكن عملنا الأمنة ومساتنا الأمنية تعمل داخل الحجود العراقية لحماية العراق والاستعداد لأي تحدي لكن نأمل إن شاء الله الأيام القادمة وحسب تطورات الموقف أن يكون الجيش السوري لقطاعات الأمنية موقف آخر وأن الجماعات الإرهابية جماعات المسلحة تندحر وتتحدد في هذه الأماكن مع هذا قطاعاتنا العراقية ذيها مهام وأوامر واضحة من القيادة العامة القوات المسلحة سوف تلتزم بها لحماية العراق وأوامر واضحة من القيادة العراقية يتطورات المسلحة